ده اللي يقرأ في المغني لابن قدامى قال اللي يعرف للربا اقدر ارفع اللبس عن حاجات كتير النهاردة اللي بيشتري عربية قولوله ربا اللي بيجيب شقة قولوله ربا لا يا جماعة الكلام مش كده الربا هو لغة الزيادة وشرعا استغلال حاجة المحتاج وبيبقى بين فرض وفرض لما جانا النهاردة واحد عايز يستثمر عايز يفتح مصنع كبير هيروح يجيب لي ملايين من البنك المفترض هو بيقرد يقول له ايه خد وربنا يبارك لك واللي يجي لك بقى هاته وقت ما تحب لا ده مش كلام ومش منطق ومش عقل يجب علينا ان احنا نعيش عصرنا بفهم مستنير لكتاب ربنا سبحانه وتعالى واللي سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلينا نؤكد ايضا على ان استقامتنا في حياتنا الدنيا ان احنا مطلوب منينا ايه نفهم دينا كويس وان ترجموا ترجمة عصرية يعني ناس بتتخانئ معانا ليه؟ علشان نحاول لو بتشوفوا حضراتكم الافلام الدينية والاعمال الدينية والمسلسلات في ناس فكرا نتدين اننا نبقى بالشكل ده اننا يبقى اللحية الكسيفة جدا والجلاليب اللي هي من الغصور الاولى والكلام ده ولبس البدلة حرام ولبس البنطلون حرام والكلام ده كله كأننا لازم نعمل خصومة مع ايامنا وليالينا وعصرنا ابدا اسلامنا هو عقيدة وشريعة وحضارة حضارة يعني ايه؟ يعني فكر يعني ابداع يعني طراث يعني قدرنا ان احنا نصل لدرجة من درجات الوعي مش مطلوب مني اوه ولم تولد ان انا ارجع تاني لعصر ما قبل الاسلام وابدأ لا مطلوب ان انا ابني على الحضارة الاسلامية اللي استطاعت ان هي تتوغل في اوروبا وتنشر قيم التحضر لدرجة زي ما انت دلوقتي مش هتلاقي شغل الا اذا كنت بتجدي اللغة الانجليزية زمان لما كان فيه عصر ازدهرت فيه الحضارة الاسلامية كان بيقول لك ايه؟ ما لم ينطق بالعربية فهو جاهل تخيل كل الامم كانت بتتعلم اللغة العربية وتتسابق ليه؟ لانها لغة العصر ولانها لغة المعرفة ولانها لغة المعلومة النهاردة ليه بنتراجع؟ بنتراجع لان البعض حاول ياخد صورة ملهاش علاقة بالاسلام وتبقى دي هي صورة المسلم ابدا سيدنا النبي كان اشيك الصحابة واجمل الصحابة ليس معنى التدين اننا لا اكل ولا اشرب ولا اصرف ولا لبس ولا الكلام لا اعمل ده كله وايه؟ وساعد المحتاج وتودد الى الارمالة والى اليتيم والى المسكين وانا لسه بقولك ده ربنا بيقول انما اتقبل الصلاة من من تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبط مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وبين السبيل والارمالة ورحم المصاب فذلك عندي نوره كنور الشمس اكلأه بعزتي استحفظه ملائكتي اجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقي كمثل الفردوس الاعلى في جنتي فيجب علينا جميعا ان نفهم الدين فهما حقيقيا مستنيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة